سقط عشرات الشهداء والجرحى في هجومين إرهابيين متزامنين يستهدف مركز شرطة وعرضا عسكريا في مدينة عدن مصادر محلية أوضحت سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم القيادي أبو اليمامة منير اليافعي جراء هجوم صاروخي وفقا لمصدر أمني لنيوز يمن فقد استشهد أيضا العميد راجح بن منصور بالإضافة إلى استشهاد عشرة آخرين في معسكر الجلال وذكرت المصادر أن هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة استهدف مركز شرطة الشيخ عثمان الكائن في حي عمر المختار ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا جراء الانفجار إضافة إلى أضرار بالغة في عدد من المباني وعلى الفور تبنت ميليشيات الحوثي العملية الهجومية على مدينة عدن مضيفين عبر وسائل إعلام تابعة لهم أنهم استهدفوا مقارا أمنية وعسكرية بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وحكaging lambent وحكه نانسي قنقر بحكل ترجمة نانسي قنقر عiques في القناة بدان ينزل إلا واحد قالوا إنه نزال كان جاي شعادات خوة ببنمية هم ميعملوش أي عمليين إلا بعد الغوان بيندلوا النوم اللي بيندلوا الغوان هاي سيارة سنتانة ها؟ سيارة سنتانة سيارة سنتانة ها بني مبدأ هون أممم مرحلة سنتانة مرحلة سنتانة مرحلة سنتانة سنتينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر